هذا وبلغت المبيعات الإجمالية للبنك المركزي العراقي في شهر آب 5.5 مليار دولار موزعة على حوالات واعتمادات مستندية للخارج ب4.7 مليار دولار ومبيعات نقذية بلغت 834 مليون دولار بالمقابل كانت العائدات النفطية قد بلغت ما يقرب من 10 مليارات دولار ما يعني أن 57% من العائدات النفطية للعراق من العملة الصعبة استنزفت كمبيعات من قبل البنك المركزي في تموز باع البنك المركزي قرابة 4 مليار دولار من العملة الصعبة فيما كانت إيرادات العراق 10.6 مليار دولار ما يعني أن 37% من إيرادات العراق النفطية ذهبت كمبيعات عبر البنك المركزي من هنا يتضح أنه بالرغم من تراجع إيرادات العراق النفطية في آب بنسبة 8% مقارنة بشهر تموز نتيجة انخفاض التصدير وانخفاض سعر البرميل إلى 96 دولار إلا أن مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة ارتفعت بنحو 30% الأمر الذي يفتح بابا مهما للتساؤل عما إذا كان البنك المركزي العراقي سيستمر بمبيعاته المرتفعة بغض النظر عن حجم الإيرادات النفطية للعراقي وتراجعها وإذا استمر البنك المركزي بإخراج 5.5 مليار دولار شهريا كمبيعات من العملة الصعبة والتي بلغت 57% من إيرادات العراق خلال آب فإن استمرار انخفاض سعر البرميل وتراجع إيرادات العراق ستجعل معظم إيرادات العراق من العملة الصعبة تذهب كمبيعات وأغلبها تحول إلى الخارج أما إذا انخفض سعر البرميل إلى 60 دولارا فإن إيرادات العراق ستكون حينها 5.5 مليار دولار ما يعني مع استمرار مبيعات البنك المركزي بهذا المستوى فإن جميع إيرادات العراق النفطية خلال شهر كامل سيبيعها البنك المركزي لغرض الاستيراد وبالتالي تذهب إلى الخارج ولا يكتنز البنك المركزي منها شيئا كعملة صعبة لصالح البلاد نستمر بملف مزاد العملة مشاهدين إذ يسمع العراقيون عن الفساد الفاحش في مزاد البيع هذا غير أن القليل منهم يعرف كيف تتم هذه العملية التي تكبد العراق خسائر تصل ل7 مليارات دولار سنويا التقرير الآتي يسلط الضوء على الثقب الأسود ونافذة تهريب الدولار إلى الخارج